المسلخ البشري الارض المحرمة على اهلها والصورة المصغرة للتغريبة العراقية عبارات تصف شيئا مما يحدث في ناحية جرف الصخر بعد ان اشتاحتها الحرب وسيطرت عليها ميليشيات ايران وعلى رأسها ميليشي حزب الله قبل نحو خمس سنوات تحولت الناحية الى منطقة عسكرية لا يسمح حتى للساسة بدخولها لتجري بها فضائع التعذيب والقتل لالاف الاشخاص الذين اعتقلوا عند نزوحهم من مناطق غربي العراق ابان العملية العسكرية المصير المجهول لمعتقلي جرف الصخر بدأت تكشفه الجثث التي يعثر عليها تباعا اخرها 231 جثة تولت جمعية غير حكومية دفنها في محافظة كربلاء اطفال ونساء ورجال بعضهم قتل بالرصاص وبعضهم ذبحا وحرقا اكد نواب انهم من نازحي مناطق غربي العراق واعتقلوا في ناحية جرف الصخر نوري المالكي وحيدر العبادي واخيرا عادل عبد المهدي كلما جاءت حكومة ورثت من اختها ملف المعتقلين المغيبين ممهورا بدماء القتلى ومباركا له من الساسة السنة الذين سلموا اهلهم قربانا على مذبح العملية السياسية الحديث عن جرف الصخر لا يأتي لخصوصية المشهد وانما لما يفتح الباب الى ملفات المغيبين باسرهم بين ربع مليون الى مليون مغيب اين ذهبت هذه الارقام في طابور المقاصر التي شرعتها ايران عند كل مدينة وبلدة التاجي والرزازة والصغلوية بلدات معتقلين وقتل معلومي الهوية وان جهل البعض تلك الهويات او تجاهلها فتح هذه الملفات لا يعني ان المواطن العراقية يسائل اقطاب المنظومة الحاكمة عن مصير المعتقلين او يبحث منهم عن حل لقضية نازحي جرف الصخر او غيرها ففاقد الوطنية لا يعطي حقوق اهلها فتح هذه الملفات جاء لكي يخلد ويوثق تاريخ الجرائم الطائفية في سجل العراقيين في وقت يحاول فيه طمس هوية طرفي الجريمة الضحية وقاتلها